شايفة انه فيه اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا فيه مثلا مشكلة او شي انت بتتخيلوا انه هو سيء رح يكون بالعكس بصالحك رح شوي يعصف يعني على حياتك او رح تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون نعمل على فكرة اكتر شيء ولكن هذا بالعكس هذا رح يفتح لك ابواب تانية يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع فيه اللي هو بوم خلاص يعني بطلت تتحمل عم تغير من وضع لوضع عم بتغير شغل لشغل عم بيكون في عندك فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما يجي هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون طول الوقت شغل بالك في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتمان اللي قلنا عنها بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص ترمي كل شيء ورده لك حاسة بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق فحاب بيغير باي وسيلة عم بيشوفه بيغير بالعمل بيغير بالعلاقات الاجتماعية عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل من الناحية العاطفية بيشوفك وإحنا رح نفتح على الحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في تقارب بيناتكم ولكن في شيء عم يمنع هذا التقارب في حاجز معين شايفة انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية هون انا شايفة كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني موجودة عندك من من البداية دائما يعني ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة شايفيتك متفائل كتير هاي الفترة حياة جديدة وكأنك كنت في سجن يعني في سجن من الافكار وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية شايفة هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الافكار من بعد يعني من بعد حيرة من بعد محتار بين القرارات عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن حدا ولا عن شيء تاني هذا الكرت مبين انه في كمان عاطفي مبين انه في اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترئين بس الاكتر مفترئين عم بشوفك يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه ولكن الكرت طلع مقلوب فانت عم بتحاول انك تشيل هدول العوائق عم بتحاول انك تقرب المسافة بينك وبين الطرف التاني فطاقة حلوة بالعموم هون عم بشوفك عم بتكون رومانسي اكتر اخر الفترة اللي هي ممكن شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شيء ممكن للطرف التاني يمكن بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون رمزية ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير يعني حتى لو كان في شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير شايف الرئيس تبعك او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم بيكون اول شيء كان يعني حاطك في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن عم تتغير هاي الافكار وعم بيعاملك بالعدل اكتر شايف فيه توازن بالعموم من كل النواحي ورق ايجابي بشكل عام فيه شغلة فيه اخبار حلوة رح يتوصل لك من ناحية العمل والمال خلينا نشوف العاطفة مثلا شو لبرج الحمل شو نخبيه له هاي الفترة الحمل اللي يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي السبع سنين في ناس اكتر في ناس اقل فامورهم ان شاء الله رايحة للاحسن اتداءا من هاي الفترة اللي عم نسلح عليها اذا خلينا نشوف القراءة العاطفية اول شي خلينا نشوف احلى كرت موجود انه في كارما رح تتحقق لك فيه اللي هو الكون رح رح يكون فيه اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة يمكن عم تسير متدين اكتر يمكن عم تعمل مدتيشن هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف انه اكتر من فرصة رح تجيك غير موضوع الكارما في عندك بالعلاقة العاطفية كارما رح تتحقق يعني حسب انت شو حاطت في بالك فيه ناس حاطين في بالهم مثلا الكارما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتزار مع تذلل فيه ناس يعني بنفسهم ان الكارما انه مثلا يخلصوا من الطرف الثالث فيه ناس فحسب الكارما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجع لك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فترة بدها وقت كمان بهذا الكارت عم بشوف انه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون فيه تطور عم بيكون فيه تحرك حياتك كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد ركود عم بيصير فيه تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية خلينا نشوف ما عم يطلع الكارت هون عم بشوف طاقة برج الدلو عم بتحاول طبعا حبيب القراءة العاطفية ممكن تكون عبسية عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك او انت ما بعرف انت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول في النهاية انك تنسى هذا الشخص ولكن انا ما شايف فيه يعني ما شايف فيه ابدا ما شايف فيه اللي هو تشافي شايف فيه اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات بالورق اللي فات الاختلافات اللي بناتكم عم تتغير عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا اذا كنتوا توقم شو علي يمكن وصلتوا تقريبا لنهاية القصة اللي هي نهاية سعيدة بين عندي لانه لانه هون تحتها بالضبط اجي عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحية شايف اتنين يعني شايف اتنين من بعد علاقة ثلاثية شايف اتنين الطرف الثالث عم بيطير بعدين شايفيتكم اتنين متل شخص واحد اتنين وكأنك انت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتزار او من خلال اه رجوع من خلال ارتباط فانا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في اه في الوراء هون بشوف طاقة شوي صبر اول الفترة رح يكون في عندك صبر معين بحب باخد كل كرتين اللي فوق بعض لانه مش ما بيجو فوق بعض يعني اه صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد اه عدائية يمكن بينك وبين شخص اخر اه عم بتكون انت الربحان او انت الربط من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك اه مساعدة من الكون عم بيكون في عندك اه روحانياتك هي شايف ان روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك اه ادعية بتدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايفة فعلا في صلوات وفعلا في اه تقدم في الناحية الروحانية بما انها فاتحين على الطاقة العاطفية او على القراءة العاطفية اه فبشوف الدعوات منك اه ماذا عرفها اي الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق شو ما كان شكلها اه بشوف انك اه رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد اه مع انه فتحنا على العاطفة بس طلعنا لان لا كمان فلوس يعني اه كمان مال فعم بتكون اه لا يعني افضل اه ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في اخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها اه يمكن تكون مقدم على قرض يمكن تكون اه في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك يا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حقك كمان مش من ناحية مالية بس لا زي ما ذكرنا قبل اه حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقك هون حكينا عن هذا الكرت اه اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس اه هيك معناته انه في استشفاء من العلاقة في اه نوع من اه عمل اه توازن يمكن بينك وبين اه لا بينش الطرف التاني وبين العلاقة الثلاثية اه ولكن هو طلع مقلوب فيه فشل في هذا الموضوع وفيه تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم بتقدر تنزل حبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايفة الناس اللي تستنى رجوع بالعكس في هدول الكرتين عم بشوف كتير فيه رجوع اه عم بتكون الطاقات مائية نارية بشدة يعني وهوائية شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة. اه لكن المائية اكتر والنارية اكتر كتير. يعني اغلبهم ناري. وطبعا برج الحوت. حبايبي برج الحمل خلينا نشوف ازا خلينا نشوف الاوركل شو بتقولنا في هذا الشهر شو بتعطينا نصيحة يعني نفس اللي بيان بالورق انت فعلا عم تعمل هيك بيقولك يعني خلاص اترك كل الامور على على ربنا وانطلق وانت في في المسار الصحيح. بيان عليك في هذا الكرت كمان انه ممكن تكون مشهور او تسعى للشهرة ففعلا راح تحققها في هذا الشهر. يمكن من خلال عملك من خلال اكتر بالعمل. عم بتكون قدوة عم بتكون مثال شايفيتك حتى بالحياة الاجتماعية. يمكن مش بس هذا الشهر يمكن كمان طاقة مستقبلية اكتر لان الطاقات يعني احيانا بتمتد اكتر اه من المدة اللي احنا فاتحين عليها. فرح تصير مشهور.